مرة مرة نسجنت أنا في فرنسا الحمد لله خري سجون مية مية الحمد لله على النعمة العظيمة شكرا لله اللهم بارك لنا فيها وارزقنا عليها الأجر والثواب نسجنت فترة في فرنسا طبعا صارت مشاكل وراد تصير مصيبة وراد يصير قتل واختيال لأن سبيت عائشة بالسجن ونعلت ربربهم وكانوا عصى سلام من جزائر ومغرب وسوريا نعلت ربربهم دينهم فلشت والله إلا أن أذكر المهم يعني طلعت طلعت حمايته اللي تخيل طلعت طلعوني من السجن حمايته اللي يعني لو خلص أنت ممكن يغتلونك يغتالونك خلص مدتك انتهت كانت مدة بسيطة يوم من الأيام قاعدين نحن بالسجن جرس الغداء يعني قد حان وقت الغداء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وظواحيها فتنزل إلى مطبخ هاي أنا أول يوم أول يوم معهم جينة كل واحد ياخذ طبق طبعا صينيا هذا اللي تكون بها مقطعة إلى أجزاء حتى يضعون لك فيها الأطعمة طبعا أنت لازم تمدل هذا وهما يصبون للطحب ما لك حق تختار أو ما تختار ما يصب لك وخلص روح صب تمن وحط رز وحط مرق وحط سلط وما عرف كوفة خبزة صغيرة أو شي شيء يجيه دوني والله العظي يجيه جلسين طبعا يمي عصر والسلام علي وسلم صليم علي وسلم جلسين يمي طبعا من كل مكان طبعا كانوا يحبوني هم يدرون أنتم بينهم بينهم علاقة كبيرة فأنا جيت شفت الأكل بالله هذا روز ما بي شيء هذي خوبز طبعا خوبز قطعة صغيرة جدا بس المرق أنا ما شفت المرق الآن جايس جالس أنتبه له شفت بيه لحم فعجبت أنا هاي شلون يمسوي اللحم زلطولة شلون يعني المصيبة هي الموجودة طبعا غالبية مسلمين أكو من كم دولة بس غالبية مسلمين بالسجن كان فيه شخص مترجم هو يتكلم فرنسي وألماني لأن كان فيه منجنسيات كثيرة فسألت قلت له أنا هذا اللحم حلال قال لا احنا ما نجيب حلال قال هو تفاجأ طبعا هو كان مغربي قال ليش أنت تسأل قلت له هاي شلون أكل غير حتى أعرف حلال أم حرام قال لي أخوانك المسلمين كلهم يأكلوني يقولون بسم الله قلت له أنا ما علي بيهم أنا ممكن أن يمشي الوضع الطبيعي يعني ممكن يكذب أجد جلست اللي بصفي عرف موضوعي فعرف أنه أنا ما عجبني موضوع اللحم قال أكل 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 قل بسم الله أكل 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 قلت له لا ميصر حرام هذا لم يذكر عليه اسم الله قال يا أخي ما في حرام أنت قل بسم الله يصر حلال والله العظيم كان جزائري قلت له لا ميصر قال ما تريده قلت له لا ما ريده هو من كيفه إن شاء هذا الصينية مالتي هو نزل المرق عندي أنا تعجبت قلت له مسلم قال لي مسلم بسمسني واحد الحمد بالله العظيم قال بسمسني واحد قلت له شنون تهكل هذا حرام ما يصير قال لا الحمد لله نحن سألنا علماءنا ومشايخنا وغفتوا لنا أنه يجوز أكل أي لحم غريب فعلا هذي عندهم فعلا بعدين أنا تحققت من الموضوع فعلا إنه إذا أنت عندك لحم ماذبوه حرام تقول عليه بسم الله يصير حلال شلون هاي بعد مثل عائشة شلون كانت تقول بسم الله وتطلع صدرها ترضى بالضبط فهذا صار صديقي كل ما يصير الغداء يجي يمي هو حتى يستفاد يأخذ المرق وأنه فعلا كل ما هذا أخذ فورا أول شي حوله اللي يعيشون بالغرب انتبهوا يعني